بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر من مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن منا تطيرنا بكم لإن لم تنتهون نرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ننقدون إنني إذا لفي ضلال مبين إنني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي عدمون بما غفرني ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها واخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمنه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مدلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادت العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ضرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صديق لهم ولا هم ينقدون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل له اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ذلال على الأمائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتقلبنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبسرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمر من نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علناه الشعر وما ينبغي له إنه وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يعقلنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وضللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينشرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن فقولهم إنا نعلم ما يسبون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نقفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه تنقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والغمم بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وعقيم الوزن بالقسط ولا تخصر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأمام والحب والعسف والغيحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من سلسال كتفخان وخلق الجان من مالج من النار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شاء فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرج لكم أيها التقلال فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان أرسل عليكما شواب من ناره ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ظنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يورخ المجرمون بسيماهم فيخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجات فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من خاف سراط الطرف لم يتمثهن إنس قبله ولاجان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقود والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ورخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خذر وعبقر للحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فكانت هباء منبتا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمة ما أصحاب الميمة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سر الموضونة بالمتكئين عليها متقابلين ويطوف عليهم ملدان مخلدون بأكواب ظه وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاجهة من مما يتخيرون ولحم خير من مما يشتغون فحور عين كأمثال المقنئ المنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منذود وذل ممدود ومائد مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاءا فاجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وححيم وددل من يحوم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا ننسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا مكنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعنفون أو آباءنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجنوعون إلى ميقات يوم من معروم ثم إنكم أيها الضالون المكددون لآكلون من شجر من سقوم فمالعون منها البتون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزدهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تدنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرطون أأنتم تزرعونه أم نحن الزادعون لو نشاء ندعناه حقاما فزلتم تفكهون إننا لمغربون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء اجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تكون أأنتم أنشأتم شعرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع نججم وإنه لقسم له تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتابه مقنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم تدهنون وتجعلون بسقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحقوم وأنتم حينئذ تنذرون ونحن أقرب إليكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مديدين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فراه وريحان وجدنة نعين وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حنيم وتصليت جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك كعظيم